بسم الله الرحمن الرحيم من الدروس التي تقرر أو موجودة معنا وهو كان وأخواتها كان وأخواتها أبناء العزاء أفعال مواقصة ناسخة هذه الأفعال أبناء العزاء مرتبطة ارتباطا كليا بالجملة الإسمية ولذلك تعالوا أبناء العزاء معنا نراجع سويا درس الجملة الإسمية لنتعرف على كيف تؤثر كان وأخواتها على هذه الجملة الجملة الإسمية أبناء كما درسنا وعلمنا قبل ذلك أنها تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر والمبتدأ أبنائي هو المتحدث عنه في هذه الجملة فالمبتدأ أبنائي اسم المرفوع وهو المتحدث عنه وغالبا ما يقع في أول الكلام ويكون مرفوعا أما الخبر أبناء العزاء فهو المتحدث به ويتمم مع المبتدأ جملة مفيدة ويكون مرفوعا فالمبتدأ والخبر هما ركني الجملة الإسمية لو بصنا أبناء العزاء لمثال من الأمثلة للمبتدأ والخبر نقول الطالب مجتهد الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ومجتهد خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة فالمبتدأ والخبر أبنائي هما الجملة الإسمية والجملة الإسمية أبناء العزاء الخبر له أنواع فالخبر منه المفرد ومنه الجملة ومنه شبه الجملة فالخبر المفرد أبنائي نقول عنه هو الذي ليس جملة ولا شبه جملة والخبر الجملة بنوعيه جملة إسمية وجملة فعلية والخبر شبه الجملة هو الخبر الذي يتكون من حرف جر أو اسم مجرور معه ظرف ومضاف إليه من الأمثلة أبناء العزاء على أنواع الخبر الصدق خلق جميل الصدق مبتدأ هو المتحدث عنه في هذه الجملة خلق خبر المبتدأ وجميل نعت لهذا الخبر فنصف الخلق بأنه جميل فالصدق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وخلق خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وجميل نعت مرفوع بالضمة التلميزان مجتهدان التلميزان أبنائي مبتدأ ومجتهدان خبر المبتدأ وعلامة رفعه في هذه الجملة هي الألف لأن الكلام متحدث به عن المسنة فالمسنة أبنائي كما علمنا يرفع بالألف المدرسون حاضرون المدرسون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم حاضرون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مذكر سالم في الجمل السلاسة أبنائي نجد الخبر نوعه مفرد فكلمة خلق ومجتهدان وحاضرون خبر لكلا من الصدق والتلميزان والمدرسون ونوع الخبر مفرد تخبرني ابن العزيز أن مجتهدان وحاضرون ليس بمفرد أقول لك أن الإفراد نوع وليس عدد فمن الممكن أن نجد مجتهدان مسنى وحاضرون جمع مذكر سالم ولكن نوع الخبر فيهما يكون مفرد لأن المبتدأ أبنائي أخبر عن المسنى وأخبر عن الجامع فأخبر عنهم بالإفراد وليس الجملة ولا شبه الجملة الطالب أخلاقه عظيمة الطالب مبتدأ وأخلاقه عظيمة هي الخبر فالخبر هنا أبناء الأعزاء هو خبر جملة مكونة من أخلاق مبتدأ ثاني وعظيمة خبر للمبتدأ الثاني ولذلك يعتبر الخبر أبناء في هذا المثال خبر جملة اسمية الحديقة أزهارها ناظرة أزهارها ناظرة خبر ونوع الخبر كما بينا أبنائي خبر جملة اسمية الحر يشتد صيفا يشتد صيفا خبر ونوع الخبر جملة فعلية القمر ينير ليلا ينير ليلا خبر ونوع الخبر أبناء الأعزاء خبر جملة فعلية ومن المثالين السابقين أبنائي نجد في الطالب أخلاق عظيمة والحديقة أزهارها ناظرة الخبر نوعه جملة اسمية في محل رفع والحر يشتد صيفا والقمر ينير ليلا الخبر جملة فعلية في محل رفع ننتقل إلى الخبر أبنائي الذي يكون شبه جملة فنقول الخير في الإسلام في الإسلام أبنائي جار ومجرور وهو خبر أتم المعنى مع الخير فلذلك يعتبر الخبر نوعه شبه جملة وكذلك النظافة من الإيمان فمن الإيمان أبنائي من حرف جار والإيمان اسم مجرور بالكسرة والخبر نوعه شبه جملة التدريب صباحا صباحا أبناء الأعزاء خبر والخبر هنا ظرف زمان فأيضا الخبر نوعه شبه جملة الحارس أمام المصنع أمام المصنع أبنائي ظرف مكان والخبر كذلك شبه جملة الحق فوق القوة فوق القوة شبه جملة ويعتبر هذا المثال تتمم لأمثلة الخبر الذي يكون شبه جملة هذه الجملة الإسمية أبنائي عندما تدخل على المبتدأ وعلى الجملة الإسمية عندما يدخل عليها كان وأخواتها الأفعال الناقصة الناسخة تحدث بها تغيير ما التغيير الذي تحدثه كان وأخواتها عندما تدخل على الجملة الإسمية كان وأخواتها أبناء العزاء أفعال ناقصة ناسخة ناقصة لأنها لا تكتفي بفاع بمرفوعها وتحتاج إلى منصوب وهو الخبر وناسخة لأنها تحدث تغييرا في الخبر حيث يكون الخبر في الأساس مرفوعا فعندما تدخل عليه كان وأخواتها يصبح الخبر منصوب لو بصنا أبناء لمثال آخر لمن الممكن أن يأتي فيه تعدد الخبر الصادقون محترمون محبوبون يرضى عنهم ربهم فالخبر هنا أبناء تعدد لمبتدأ واحد وهو الصادقون فمحترمون خبر أول ومحبوبون خبر ثاني ويرضى عنهم الله أو ربهم خبر ثالث ففي هذا المثال أبنائي تعدد الخبر لأكثر من مبتدأ تعدد الخبر لمبتدأ واحد ننتقل أبنائي إلى دخول كان وأخواتها على الجملة الإسمية وماذا يفعلان في الجملة الإسمية عندما يدخلان كما قلنا كان وأخواتها أو الأفعال الناقصة والناسخة سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها وتتمم الفائدة باستخدام منصوب ولذلك أبنائي فهي تنصب الخبر وهي أفعال الناسخة لأنها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها تعالوا معي أبنائي نتناول بعضا من الأمثلة التي تدخل فيها كان وأخواتها على الجملة الإسمية وماذا تفعل ومعنى كل فعل من أفعال كان وأخواتها كانوا أخواتها أبنائي كما قلنا لكل فعل له معنى فلكل فعل معنى خاص به ويأتي التوضيح كالآتي كان تدل على الزمن الماضي مثل كان الرجل مسافرا فالرجل مسافر بدون كان أبنائي جملة اسمية تامة تتكون من مبتدأ الرجل ومسافر خبر أدت معنى بدخول كان عليها تحول الكلام إلى كان الرجل مسافرا فأصبح الرجل اسم كان مرفوع بالضمة مسافرا خبر كان منصوبا بالفتحة وأصبح تدل على الدخول في وقت الصباح مثلا أصبح العرب متحدين أصبح العرب اسم أصبح مرفوع بالضمة ومتحدين خبر أصبح منصوبا بالياء لأنه جمع مذكر سالم لو بصنا أبنائي هللاقي إن كان وأصبح إعرابهما فعل ماضي مبني وهما أفعال ناقصة ناسخة أضحى وتدل على الدخول في وقت الضحى مثلا أضحى رجل نائما الرجل اسم أضحى مرفوعا بالضمة ونائما خبر أضحى منصوبا بالفتحة أمسى وتدل على الدخول في وقت المساء مثلا أمسى المدرس متعبا المدرس اسم أمسى مرفوعا بالضمة ومتعبا خبر أمسى منصوبا بالفتحة وظل وتدل على التوقيت في النهار مثلا ظل وجهه مسودا وجهه وجه أبنائه اسم ظل مرفوعا بالضمة والهاء ضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه ومسودا خبر ظل منصوبا بالفتحة بات وتدل على التوقيت في الليل مثلا بات الجندي يحرس موقعه الجندي اسم بات مرفوعا بالضمة ويحرس موقعه جملة فعلية في محل نصب خبر بات فمن الممكن أن يأتي أبناء العزاء الخبر مفردا كما في الأمثلة السابقة ومن الممكن أن يأتي الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية أو الخبر يكون شبه جملة فبذلك تدخل كان وأخواته على الجملة الإسمية بأنواع خبرها المتعدد عندي أبناء كذلك صار وصار هنا تدل على التحويل مثل صار الماء سلجا صار الماء الماء أبناء العزاء اسم صار مرفوعا بالضمة وثلجا خبر صار منصوبا بالفتحة وكذلك أبنائي معي بعضا من الأفعال التي تدل على الاستمرار مثل ما زال تدل على الاستمرار مثل ما زال ما زال الولد صغيرا ما زال الولد صغيرا ما زال أبنائي من أخوات كان وتدخل على الجملة وتعمل عمل كان حيث أنها ترفع المبتدأ والولد اسم ما زال مرفوعا بالضمة وصغيرا خبر ما زال منصوبا بالفتحة ما برح تدل على الاستمرار كذلك مثل ما برح العدل أساس الملك ما برح العدل أساس الملك العدل اسم ما برح مرفوعا بالضمة وآساس خبر ما برح منصوبا بالفتحة والملك مضاف إليه مجرور بالكسرة من فك وتدل على الاستمرار مثل من فكت الفتاة تجهز نفسها لو بصن أبنائي نجد الفتاة اسم من فكت مرفوعا بالضمة وتجهز نفسها خبر من فك نوعه جملة فعلية في محل نصب وعندي أبنائي ما فتئة وكذلك تدل على الاستمرار مثل ما فتئة المرض ينزل المرض اسم ما فتئة مرفوعا بالضمة وينزل فعل مضارع والفاعل ضمير مستدر تقديره هو يعود على المرض والجملة الفعلية في محل نصب خبر ما فتئة وكذلك أبنائي ما دام تدل على بيان المدة مثلا لا أسير في الطريق ما دام مزدحما هنا أبنائي نجد اسم ما دام ضمير مستدر يعود على المتحدث عنه قبل ذلك وهو الطريق فنجد أبنائي اسم ما دام ضمير مستدر تقديره هو عائد على الطريق ومزدحما خبر ما دام منصوبا بالفتحة وليس أبنائي تدل على النفي مثلا ليس التوفيق أو ليس التفوق سهلا فالتفوق اسم ليس مرفوعا بالضمة وسهلا خبر ليس منصوبا بالفتحة هذه هي الأفعال الناقصة الناسخة أبنائي العزاء تتكون من أفعال لها معاني متعددة وأفعال تدل على الاستمرار فالأفعال التي لها معاني متعددة هي كان أصبح أمس أضح بات صار ظل ليس والأفعال والأفعال التي تدل على الاستمرار هي ما برح وما دام وما زال وما فتئ هذه الأفعال أبنائي من حيث التصرف وعدم التصرف أو نقصان التصرف نجدها كالآتي فكان والأفعال التي لها معنى أبنائي ما عدا ليس أفعال يأتي منها المضارع والأمر فهي أفعال كاملة التصرف وتامت التصرف مثلا كان فالمضارع منها يكون والأمر منها كن وأصبح يصبح وإصبح وأضحى يضحي وإضح وأمس يمسي وأمس بات يبيت وبت ظل يظل وظل صار يصير وصر وهناك أفعال أبنائي لاقصة التصرف أي يأتي منها المضارع فقط ولا يأتي الأمر مثلا ما برح لا يبرح من فك لا ينفك ما زال لا يزال وما فتئ لا يفتأ وهناك أفعال أبنائي ما قصة التصرف التصرف ونقول عنها أفعال جامدة لا يأتي منها المضارع ولا الأمر مثل ما دام الظرفية بمعنى مدة الدوام وليس للنفي فهما أفعال جامدة لا يأتي منها المضارع والأمر ولكن يأتيان بصيغة واحدة وهي صيغة الماضي ننتقل أبنائي إلى تدريب وهذا التدريب معك في الكتاب المدرسي نقول استخرج من هذه القطعة كل فعل ناقص الناسخ وبين اسمه وخبره كان كان جاري صبورا هادئ النفس وقد أخذ يجتهد في طلب العلم وظل ينهل من موارد الثقافة وليس طلبه إلا وسيلة لتحقيق ذاته وما زال يعلم نفسه ما دام التعليم ميسرا له حتى أضحى زى مكان سامية ومنزلة مربوقة وصار في ثقة بإن من يسعى يحقق مطالبه فأصبح نشاطه موفورا وأمس صدره ممتلئا بعواطف الود والحب لمن حوله وبات راضيا عن نفسه وعن مجتمعه لو بصنا أبنائي في هذه القطعة نجد أنها احتوت على كثيرا من الأفعال النواقصة الناسخة مثل كان وظل وليس وما زال وأضحى وصار وأصبح وأمس وبات هذه أبنائي هي الأفعال الناقصة الناسخة في هذه القطعة فعليك أبنائي عليكم أن تحددوا اسم وخبغ كل فعل من الأفعال التي قمت بتحديدها إليكم سأقوم بتحديد اسم وخبر كان وعليكم الباقي كان جاري صبورا كان أبنائي هو الفعل الناقص الناسخ يعرب فعل ماضي مبني على الفتح وهو فعل الناقص الناسخ جاري اسم كان مرفوعا بالضمة صبورا خبر كان منصوبا بالفتحة عليكم أبنائي أن تقوموا باستخراج اسم وخبر لكل هذه الأفعال التي قمت بتحديدها إليكم في القطعة ننتقل أبنائي إلى تكملة درس من دروس القراءة التي قمنا بتوضيحه قبل ذلك ولم نكمله وهو درس التعليم الفني والتنمية البشرية أبناء أبناء العزاء وضحنا أن التعليم الفني هو أساس نهضة الأمم وتقدم الأمم ووضحنا قبل ذلك أبناء العزاء أن كثير من الدول المتقدمة تسعى إلى النهوض بالتعليم الفني لما في هذا التعليم من عوامل تنمية لاقتصاد هذه الدول حيث أن التعليم الفني يمد سوق العمل بما يحتاجه من عمالة فنية مدربة حرفيا تعمل على تنمية اقتصاد الدول وعلمنا أبناء كذلك أن التعليم الفني هو نوع من أنواع التعليم الذي له أهمية كبيرة واهتمت به كثير من دول العالم المتقدم ولكن التعليم الفني في مصر كان ينظر إليه نظرة متدنية وسبب هذه النظرة أن الطالب عندما لا يحصل على المجموع الذي يؤهله بالتحار بالتعليم العام يتجه إلى التعليم الفني وهذه النظرة المتدنية كانت سببا من أسباب إهمال هذا النوع من التعليم ولكن بعد أن عرف أهمية التعليم الفني وأنه وسيلة من وسائل التنمية البشرية وأن التعليم الفني يستغل لموارد البلاد من سروة بشرية ويعمل على النهوض بالدول والوصول بالدول إلى التقدم حيث أنه يستسمر هذه السروة البشرية في أنها تكون قاطرة للتقدم لأي دولة من دول العالم للوصول بها إلى مصاف دول العالم المتقدم كذلك الأمر اهتمت مصر بالتعليم الفني تعالوا معي أبنائي نكمل درسنا اليوم لكي نتعرف على التعليم الفني معنى وخطة دراسية وكيف أن التعليم الفني يعمل على تقدم الدول والنهوض بها ثم نقوم بمعرفة تجارب كثير من دول العالم المتقدم التي عملت على الاهتمام بالتعليم الفني نبدأ أبنائي في الفقرة الخامسة وهي تعريف التعليم الفني التعليم الفني أبنائي هو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرض قدرا من الثقافة والمعرفة والمعلومات الفنية والمهارات العلمية التي تمكنه من إتقان العمل وإتمام هذا العمل على أكمل وجه وذلك من خلال خطة دراسية باستخدام مواد نظرية عامة ومواد فنية مهنية ونظرية وتطبيقات وتدريبات عملية أي أن التعليم الفني أبنائي الهدف منه هو أن يكون الفرد زو معرفة وعلم ثقافي ومهني بالحرفة أو بالمهنة التي يعملها تعريف تعريف التعليم الفني أبنائي وذلك النوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان عمله وتنفيذه على الوجه الأكمل وهذا النوع من التعليم تتضمن خطته الدراسية مواد نظرية عامة ومواد فنية ومهنية نظرية وتطبيقات وتدريبات عملية ننتقل إلى بعض اللغويات أبنائي في هذه القطعة نجد كلمة النوع النوع بمعنى أبنائي الصنف وجمع كلمة النوع الأنواع يهدف يقصد ويرمي ويطلب إكساب أي تعليم الثقافة أي العلوم والمعارف والفنون المهارات أي القدرات وإتقان بمعنى إيجادة وتحسين أداء بمعنى إنجاز وإكمال وعمل عندي سؤال أبنائي السؤال هو ما التعليم الفني أو ما هو مفهوم التعليم الفني وما أنواعه التعليم الفني كما وضحنا أبنائي هو التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدراً من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان وأداء عملية على أكمل وجه وأنواع التعليم الفني أبنائي التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري معنا قطعة أخرى أبنائي نتحدث في هذه الفقرة عن الواجب تجاه التعليم الفني من الواجب علينا أبنائي في إطار اهتمامنا بهذا النوع من التعليم أن نخطط له وأن نربطه بحاجات التنمية بصورة عضوية وفعالة من خلال إيجاد صلة وثيقة بين التعليم ومؤسسات العمل والإنتاج صلة تتيح تبادل لغاء والمشاركة الفعالة في تحديد أهداف التعليم الفني ووظائفه ورسم سياساته بل وفي إدارته ومتابعته وتقويمه وتطويره المستمر وفي توظيف خريجي فورا تائم من برنامجهم الدراسية وأعدادهم التدريب أي أن هذه القطعة أبنائي تتناول الواجب علينا تجاه التعليم الفني هناك بعض اللغويات أبنائي كلمة تتيح كلمة تتيح أبنائي أي تهيئ وتسمح معنى كلمة تتضمن أي تحتوي معنى كلمة تنمية التنمية التنمية بمعنى التطور والنهضة وكلمة مهنية أي عمل يرتبط ويحتاج إلى خبرة وحرفة كلمة صلة أي روابط وكلمة تطبيقات أي تجارب ومواضع فعالة أي مؤسرة والمضاد سلبية أو عاطلة تبادل رأي أي التشاور وتحديد أي رسم ننتقل إلى سؤال أبناء العزاء في هذه الفقرة وهي ما الواجب تجاه التعليم الفني الواجب أبناء تجاه التعليم الفني هو أن نخطط له وأن نربطه بحاجات التنمية بصورة عضوية فعالة وذلك من خلال إيجاد صلة وسيقة بين التعليم ومؤسسات العمل والإنتاج بمعنى إخراج أو تخريج جيل من العمالة الفنية المهنية المدربة تدريبا حرفيا يساعد على التنمية الاقتصادية ويعمل على النهوض بالبلاد اقتصاديا وتنمويا وكذلك الصلة التي تتيح تبادل الرأي والمشاركة الفعالة التي يكون هذا الأمر فيها تحديد أهداف التعليم الفني ووظائفه وكذلك توظيف خريجي التعليم الفني فور انتهاء التعليم عندهم أو انتهاء برنامجهم الدراسي وإعدادهم التدريبي توظيفا يليق بهم هذا الأمر إذا نفز يكون هناك إقبال على التعليم الفني وهو الواجب علينا تجاه هذا النوع من التعليم الفني وهناك أيضا في التعليم الفني الشراكة مع مؤسسات العمل والإنتاج الشراكة أي أن يكون هناك اشتراك بين التعليم الفني ومؤسسات العمل والإنتاج لتخريد أبناء يحتاجوا إليهم سوق العمل فإذا كنا في الواقع لا ننكر وجود بعض ملامح تلك الشراكة المأمولة بل ولا ننكر نموها في السنوات الأخيرة ولا ننكر الاهتمام المتنامي لكل من مؤسسات التعليم والتدريب ومؤسسات الإنتاج والعمل بها وبدعمها كما لا ننكر ما أحدثته من أرسار إيجابية واضحة وملموسة على تطوير التعليم الفني في بعض القطاعات فإن الأمل يحدون لمزيد من الشراكة المؤسسة على دعائم متكاملة تضمن لها البقاء والاستمرار الشراكة أبنائي هي العلاقة وكما أخبرنا قبل ذلك أن كلمة النوع أي صنف وجمعها الأنواع والمأمولة أي المرتجاه والمرجوة المتنامي أي المتزايد ويحدون أي يسوقون ودعائم جمع كلمة دعامة وهو العماد والسند والركيزة فما الآثار أبناء العزاء المترتبة على وجود شراكة بين التعليم الفني وسوق العمل والإنتاج الأثار طبعا آثار إيجابية واضحة ملموسة استطاعت أن تتحقق من خلال الارتباط بين التعليم الفني وسوق العمل والإنتاج سؤال آخر أبناء العزاء وما الآمال المرجوة من هذه الشراكة الأمال المرجوة من هذه الشراكة أبنائي مزيد من الشراكة القائمة على دعاء متكاملة تضمن لها البقاء وتضمن لها الاستمرار تعالوا أبنائي نرى كثير من التجارب التي قامت بها الدول المتقدمة لكي تنهض ببلادها من خلال التعليم الفني فلدينا أبناء تجارب لبعض من دول العالم المتقدم في التعليم الفني لدينا دولة مثل ألمانيا ودولة مثل الهن وكذلك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ثم نرى هذا الأمر على التعليم الفني في مصر فنجد ألمانيا أبناء الأعزاء أنها تمت بالتعليم الفني اهتماما عظيما جعلها هي الأفضل عالميا في التعليم الفني حيث أنها تمت بالتكوين المهني للطالب في سن مبكرة مما يتيح له فرصة التعرف على كثير من المهن وبذلك يستطيع هذا الطالب أن يختار التخصص الذي يناسبه ويناسب ميولاو وقدراته ونظام التعليم في ألمانيا كدولة من دول العالم المتقدم هو التعليم المزدوج الذي يمكن للطالب من دراسة العلوم النظرية والتطبيقية معا ويتضمن نظام التعليم لديها تعليم مهني أفضل نظم التدريب والتطبيق العملي في العالم وهذا الأمر هو الذي جعل ألمانيا في مصاف دول العالم المتقدمة التي اهتمت بالتعليم التعليم الفني اهتماما عظيما جعلها في مرتبة دول العالم المتقدمة في الاهتمام بالتعليم الفني لدينا أبناء بعض من اللغويات التكوين هو التدريب وكلمة المهني أي الحرفي ونسبة إلى المهنة والتكوين المهني أبنائي هو التدريب لممارسة مهنة وحرفة مبكرة المضاب متأخرة وكلمة ميول اتجاه وكلمة قدرة بمعنى مقدرة وطاقة وكلمة المزدوج بمعنى المكون من شيئين وكلمة يتضمن بمعنى يشتمل ويحتوي لدينا سؤال أبناء العزاء تجربة ألمانيا هي الأفضل عالميا وضح ذلك تجربة ألمانيا هي الأفضل عالميا لأنهم اهتموا بالتكوين المهني للطالب في سن مبكرة أهل الطالب أن يتيح له فرصة التعرف على كثير من المهن وبذلك يستطيع أن يختار التخصص الذي يناسب ميوله وقدراته سؤال آخر أبناء ما نظام التعليم في ألمانيا وما الذي يتضمنه التعليم المهني نظام التعليم في ألمانيا أبناء العزاء وتعليم المزدوج بمعنى أن يقوم الطالب بالتعلم ودراسة العلوم النظرية والتطبيقية معا ويتضمن نظام التعليم المهني أفضل نظم التدريب والتطبيق العملي في العالم ننتقل إلى تجربة أخرى من تجارب العالم المتقدم في مجال التعليم الفني فنجد الهند تعتبر الهند من دول التي لها خبرات رائدة في مجال البطالة ومواجهة هذه البطالة عن طريق التدريب والتعليم المهني والفني من خلال السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي المهني والفني والتي من أهمها واحد تقديم الدورات التدريبية المهنية بكل مستوياتها التوسع في نظام التعليم المفتوح لمغونة هذا التعليم البالغة في إتاحة الفرص للمتعلم ثم التوجه نحو التلمزة الصناعية والربط بين التعليم المهني والتعليم التقني والتعليم العام نجد بعض الألفاظ أبنائي تعد تعتبر رائدة متقدمة مواجهة أي مقابلة والمرونة أي الليونة والسلاسة والمضاد الصلابة البالغة أي المفرطة الفرص أي الاغتنام والفوز بها التقني أي الفني كيف واجهت الهند البطالة واجهت الهند البطالة أبناء العزاء عن طريق التدريب والتعليم المهني الفني ومن خلال سياسات مستخدمة لتحسين التعليم السنوي والفني اذكر السياسة الهندية لتحسين مستوى التعليم الفني السياسات المستخدمة أبنائي لتحسين التعليم الفني هو تقديم الدورات التدريبية المهنية بكل مستوياتها والتوسع في نظام التعليم المفتوح لمغونته البالغة والتوجه نحو التلمزة الصناعية والربط بين التعليم المهني والتعليم التقني والعام فرنسة أبناء كذلك عملت على تطوير التعليم الصناعي لديها حيث أنها حولت وطورت التعليم من النظام المركزي إلى النظام اللامركزي وذلك من خلال تطوير مجموعة من الدراسات العلمية مثل علم المعلومات وكذلك الاهتمام بالتعليم من خلال المعلومات الصناعية والميكانيكية الآلية وإدارة المكينة ونظم المعلومات وتركز هذا الأمر على الموارد والاحتياجات وطرق التصنيع كيف طورت فرنسا التعليم الفني تطور التعليم الفني أبناء في فرنسا تطورا كبيرا حيث تحول من المركزية إلى اللا مركزية ثم تطور مجموعة من دراسات العلمية وكذلك من خلال تطور التعليم لو بصنا هناك أمثلة من خلال ذلك فعلم المعلومات الذي حول فيه المدارس الفنية الصناعية وتفاعل مع الواقع العالمي حيث ركزت المدارس الفنية الفرنسية على المكينة الآلية المعلوماتية وإدارة المكينة ونظم المعلومات والتركيز على الموارد والاحتياجات وترق التصنيع الولايات المتحدة أبنائي لعبت دورا كبيرا في التعليم المهني والصناعي حيث أن تم اكتشاف الطلاب زوي التوجه المهني في المرحلة الابتدائية في سن الثالثة من أعمارهم أو في الثالثة من أعمارهم لذلك تعتبر الولايات المتحدة برامج متعددة في نطاق التعليم الصناعي المختلف علم وجود عدة برامج للتعليم الفني بأمريكا لأن التعليم المهني في أمريكا وأبناء الأعزالة دورا كبير في الولايات المتحدة متى يتم اكتشاف زوي التوجه المهني يتم اكتشاف في المرحلة الابتدائية في الثالثة من أعمارهم وفي مصر تعمل حكومتنا على تحسين الصورة الزهنية في المجتمع عن التعليم الفني وتحسين الجودة التي تقوم بها من خلال توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب وأصبح بمصر الآن التعليم المزدوج الذي يأخذ بالشراكة وبنظام التعليم الألماني وهذا التعليم الذي عمل على التنمية الاقتصادية والنهوض بمجالات كثيرة من مجالات التعليم الفني في البلاد كما تعمل الحكومة على تطوير المناهج التعليمية الفنية وفق احتياجات صور العمل واحتياجات سوق العمل أبنائي يتوقف معرفتها وبذلك نستطيع أن نربط بين مناهج التعليم الفني وسوق العمل وكذلك وضع سياسة وضحها تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديريين كما توجد المدرسة المنتجة وهو أسلوب تعليمي يتم من خلاله العمل على تصنيع منتج في المدرسة ويتبعه في البيئة المحيطة به التجربة العملية لمصر مع التعليم الفني هو ما تعمله الحكومة على تطوير هذه المناهج التعليمية الفنية وفق احتياجات سوق العمل ووضع السياسة الهدف منها بناء قدرات المعلمين والمدربين بالاضافة الى العديد من المدارس التعليم الفني التي تعمل بالنظام الالماني وهو نظام التعليم المزدوج بكده ابناء العزة نكون قد وضحنا التعليم الفني واثر هذا التعليم وكيف ان التعليم الفني يعتبر وسيلة من وسائل التقدم والنهوض في الدول المتقدمة مثل فرنسا والمانيا ومثل الهند والولايات المتحدة الامريكية وبكده ابناء نكون قد اتممنا هذا الدرس الذي تناول التعليم الفني تعريفا ومفهوما والخطة الدراسية الموضوعة لهذا النوع من انواع التعليم الفني والدول وتجارب دول العالم المتقدمة في مجال هذا التعليم وكيف استفادت مصر وكيف عملت مصر على النهوض بالتعليم الفني بكده ابناء العزان قد قمنا بشرح درس كان واخواتها وكيف انها تدخل على الجملة الاسمية وتعمل تغيير بها في الخبر فتنصبه وعرفنا معاني هذه الافعال وقمنا بمتابعة واستكمال درس التعليم الفني ارجو ان اكون قد وضحت واستفدتم مع موعد في لقاء اخر ودرس اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو